اهلا بكم في حلقات تحفيز صورة العمران وصلنا للاية رقم 61 من صورة العمران افتح مع مصحفك واتقلمك عشان نتعلم القراءة الصحيحة ونتعلم التجويد مع بعض بسهولة وتيرى معايا وترفع صوتك فمن حاجك سكن النون وعمل تحتها غلط عشان ما دغو النهاش فمن وبعدين هنلاقي علامة مد وما فيش همزة بعد المد هتكتل تحتها رقم 6 عشان هنمدها 6 حركات ولو مش عارف يعنيه 6 حركات هتنزل 6 صوابع من ايديك او تطلعهم ولا بسرعة ولا بالراحة للتقريب كده يلا مع بعض نعملها اول ما نبدأ نقول الحا نبدأ ننزل 6 صوابع خمسة من هنا وواحد من الايدي التانية فمن حاجك فيه كمان مرة فمن حاجك فيه وده اسمه مد لازم نلاقي علامة المد وما فيش همزة بعد حرف المد فمن حاجك فيه من بعد ألاقي النون على هميم كده ده علامة على الإخلاب هنعمل نقطة عشان هنغن حركتين من بعد فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم كلمة جاءك ألاقي علامة مد بس هنا في همزة هنكتب رقم 4 عشان هنمدى 4 بس وإحنا عرفنا الحركات إزاي هننزل الصابع بالعدد بتاعنا هننزل 4 هنا جاءك جاءك فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل الفارفيع اسمه فا والقف تخينه قو واللام رفيع فقل فقل تعالوا اللام فتحة لا ما تقولش تعالوا لا تعالوا فقل تعالوا فقل تعالوا ندعوا خلي بالك بقى هنتعلم هنا القلقلة الدال عليها سكون هنقلقلها حرف القلقلة القاف والطاق والباء والجيم والدال خمسة نلاقي على أي واحد فيهم سكون نقلقله نعمل ايه كده نخلي المخرج كده يلعب ندق ند ندعوا ندعوا وبعدها أب باء عليها سكون هنحط تحت ايه أي حرف قلقلة مثلث فقل تعالوا ندعوا أبناءنا علامة مد وفي همزة اكتب اربعة وهنعيد ضرب حركات وأبناءكم مثلث تحت الباء هنقلقلها دال قلقلة باء قلقلة باء قلقلة مد مد فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا علامة مد حط اربعة ونساءكم علامة مد هنتعلم هنا مع بعض المد هه مد 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 يلا مع بعض فقلقلة نقول مش على تشكيل نحط تحت نقطة هنخبيها ونغنها وأنفسنا وأنفسكم ثم الث ما أقولش سين ما أقولش سم لا ث ث ث ثم من مشددة هنحط تحت نقطة عشان نغنها يبا ث ث ث وبعدين أغن ثم باء عليها سكون هنحط مثلث من قلقلها ثم نبي تاهل ثم نبي تاهل فنجعل هذا حرف الجيم يبا خدنا في الآية دي إيه الدال والباء والجيم خدنا ثلاثة من إيه من خمسة فنجعل القلقلة بهز كده لإيه الحرف فنج نبي ثم نبي تاهل فنجعل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فنجعل لعنة اللام دي هدخلها في اللام اللي بعدها لام فنجعل هدخلها في اللام لعنة فنجعل لعنة فنجعل لعنة هنا الله اللام اسمها الله الله فنجعل لعنة الله على الكاذبين إذ ذال ما قولش زاي ما قولش زي لا ذي ذي ثم نبي تاهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن إن النون على شدة أحط تحت نقطة يقولنا حرقتين إن هذا ما قولش هذا ذا إن هذا لهو القصاص الحق اللام أرققها عشان رفيعة والحا كمان الحا إنما القفت خينة لو أفنها هنقلقها الحط مثلث ده في الوقف الحق وده الحرف الرابع خدنا الدال وبعد كده الباء والجيم والقاف إن هذا لهو القصص الحق إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله من اعمل غلط تحت النون لازم نسكنها إله تحت الهاء برضو غلط عشان هنسكن النون نون التنوين وما من إله إلا الله الله هنا اللام لا تخينه وبين الها لم أقف عليها إلا الله وما من إله إلا الله وإن نون مشددة هنغنها ونحط تحتها نقطة وبعدين الله إلا امتخينا لا وإن الله الهاب رفيعة اسمها وإن الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا إنه مش على تشكيل هنخبيها ونغنها ونحط نقطة فإن تولوا فإن برضو نون عليها شد حط نقطة عشان هنغن ولام الله تخينه لا فإن 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 تولوا فإن الله عليم ألي الميم علىها ضمة وحدة وميم زي اللي كانت على من إقلاب هنغن حركتين ونحط نقطة فإن الله عليم بالمفسدين فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين يلا نقرأ إليه مع بعض فمن حجك فيه من بعض ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندعو أبناء نا وأبناء كم ونساء نا ونساء كم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين أسأل الله أن يؤثر لكم حفظ القرآن الكريم ما تنسوش تقيروها 30 مرة على الآل وتحفظ معايا في حلقة الحفظ وتسمع معايا مباشر على الفيسبوك أو اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر